ولمزيد من التحليل ينضم إلينا السفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق أهلا بحضرتك معنا بمشاركة مصرية لأول مرة كعضو في بريكس تأتي هذه المشاركة المصرية محاورها كثيرة سياسة واقتصاد وتبادل الخبرات كيف ترى مكاسب وكيف ترى أولويات مصر في هذه المشاركة في قمة بريكس يعني الحقيقة أولويات مصر في المرحلة الحالية والقادمة بتتفق مع شعار القدمة هذه المرة اللي هو التنمية والتجارة وده بيحتاج إلى زيادة الاستثمارات في مدينة دول العضاء لأن مصر كما ذكرت في التقارير السابقة لها علاقات قوية مع تقريبا كل الدول سواء المجموعة القديمة أو اللي هي المؤسسة يعني الخمس دول أو أربعة من الخمس دول اللي اندمت مع دولة واحدة إن كان علاقات ضعيفة معها بازارت في مراحل التطوير اللي هي إيران لكن كل الدول التانية علاقات قوية تحتاج إذن إلى ماذا؟ إلى مشروعات جديدة بحيث أن مصر تقدم قائمة بمشروعات جديدة لجذب استثمارات من هذه الدول سواء عن طريق الدول مباشرة أو عن طريق البنك التنمية التابعة لمجموعة بريكس وعلى فكرة مصر اندمت البنك قبل اندمامها لمجموعة البريكس فبالتالي يتبقى عامل آخر مهم للغاية لتحقيق التنمية وبالتالي زيارة التجارة اللي هو عامل الأمن والاستقرار نعم مداخلات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيمة بريكس سوف تتطرق لقضايا تغير المناخ وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي برأيك كيف من الممكن أن تسهم هذه القمة في الخروج بتوصيات وقرارات تدعم تلك الملفات يعني هي تخرج بتوصيات لأن مزالة مجموعة بريكس ليست تنظيما هي تجمعا ملهاش سكرتاريا عامة ملهاش مؤسسات زي الاتحاد الأوروبي أو زي مجموعة الكوميسا أو زي مجموعة الميركوسور أو الاتحاد الأوروبي هي مزالة يعني تجمع تجمع مهم فهو تجمع تنسيقي وبالتالي ما يظهر عنه بيكون فيه شكل توصيات على دول المجموعة العشرة أنها تراعي هذه التوصيات في التعامل فيما بينها وأيضا في التعامل مع المجموعة خارج مجموعة بريكس أهم هذه المعيير هو التسهيلات التجارية التسهيلات في عمليات التنمية قوانين الاستثمار الموجودة في الدولة بالنسبة للتجارة مراعاة عدم اتباع سياسات معينة زي الإغراق أو غيرها من الوسائل التي تدور باقتصادات المجموعة يعني الدول الأخرى فهنا يعني مطلوب من مصر تقديم مشروعات يعني ده لأنه نحن من موازين التجارية مع معظم الدول المهمة زي روسيا والصين والهند والبرازيل يعني ما هيش في صالح مصر بالذات مع الصين السين 16 تقريبا 16 مليار احنا بنسطر بمليار و100 مليون او مليار واقل شوية فبتالي احنا محتاجين فعلا جذب هذه الصلاعات بماذا؟ لتهيئة المناخ بما سيعرضه الرئيس من عوامل اقتصادية داخلية مشروعات اقتصادية موجودة ايه هي التحديات وكيفية التغلب عليها العوامل الاقليمية المؤسرة لأن احنا عندنا فيه صحيح يعني تقريبا اربع دول من الدول الجديدة اللي انضمت في منطقة مضطربة اللي هي منطقة الشرق الاوسط عندنا مصر والسعودية والامارات وايران صحيح سيادة السفير يعني هذا الامر ايضا سيلقي بظلاله على محادثات بريكس والتوترات وتطورات الرهنة في منطقة الشرق الاوسط سيكون لها يعني اجندة خاصة في محاور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المشاركة سيادة السفير رخى احمد حسن مساعد وزير الخارجية الاسبق شكرا جزيلا لحضرتك